اعلن النجم اليوني الميسي قراره بشأن مستقبله في مقابلة اجراها مع صحيفة مندو دي بورتيفو افاد خلالها انه سينضم رسميا الى انتر ميامي الامريكي ولن يعود الى برشلونة حيث قال ميسي سالتحق بانتر ميامي تم تأكيد القرار بنسبة 100% واضاف ان ما مرت به قبل عامين عندما غادرت برشلونة كان صعبا جدا وبدأ ميسي الحديث عن اضطراره لمغادرة برشلونة قبل عامين حين انضم وقتها مجانا لبريس سان جيرمان وشرح سبب قراره الحالي بالتوقيع الانتر ميامي قائلا ان احد الاسباب التي قمت بشرحها للتو هو عدم المرور بكل ذلك مرة اخرى لقد كانت مرحلة قبيحة للغاية مضيفا وصلنا برغبة كل عام لنبدأ التدريب مرة اخرى والاطفال مع مدارسهم وروتينهم بين عشية وضحاها لم يكن من الممكن القيام بذلك واخبروني ان هذا غير ممكن ويجب ان اغادر النادي كان علي ان ابدأ الجري والبحث عن فريق واتخاذ قرار متسرع ومتابعة كل ما ذهبنا اليه من خلال ذلك كان الامر صعبا واعترف ميسي ان عدم العودة لبرشلونة كان بمثابة جرح مفتوح بقوله نعم قليلا لعدم قدرتي على توديع الناس كما كنت اريد كما اعتقد انني كنت ساستحق هذا كلاعبين استحقوا وفعلوا ذلك كنت اتمنى ان اذهب بهذه الطريقة لقد كنت الرجل السيء في الفيلم ولم يعجبني ذلك كثيرا لانه لم يكن كذلك وشدد لهذا السبب اود ان احصل على وداع حقيقي في وقت ما مع الاشخاص الذين عشنا معهم واستمتعنا معهم وعنينا كثيرا لقد انضينا سنوات عديدة معا واود ان اقول وداعا كما اشعر به وتابع اود ان اكون قريبا من برشلونة في المستقبل على الرغم من حقيقة انه لن يتمكن من العودة كلاعب الى برشلونة الا ان اليوميسي لا يغلق الباب امام العودة في المستقبل حتى لو ليس كلاعبا وعند سؤاله عن هذا السؤال اثناء المقابلة اوضح نعم من الواضح انني اود ان اكون قريبا من النادي واضاف والاكثر من ذلك ساعيش في برشلونة انه احد الاشياء الواضحة جدا بالنسبة لي ولزوجتي واولادي وتابع ميسي لا اعرف في اي لحظة او ماذا او متى ولكن ارغب في يوما ما ان اشارك بشيء ما للنادي وان اساعد لانه نادي احبه كما قلت دائما واستطرد قائلا انا اشعر بالحب الذي كان لدي من الناس خلال مسيراتي المهنية واود ان اكون هناك مرة اخرى في برشلونة دون ان يوضح بالتفصيل المنصب الذي يود ان يشغله وقال ميسي رغبت في اتخاذ قراري بنفسي ولم ارغب في ترك مستقبلي بيد برشلونة واكد ميسي رغبت حقا في العودة لقد كانت متحمسا جدا لاتمكن من العودة لكن من ناحية اخرى بعد تجربة مع الشته والخروج الذي مررت به قبل عامين لم ارغب في ان اكون على نفس المنوال مرة اخرى وانتظار ما سيحدث وترك مستقبلي في يد شخص اخر اذا جاز التعبير واصر اريد ان اتخذ قراري بنفسي والتفكير في نفسي وعائلتي على الرغم من انني سمعت انه قيل ان رابطة ليجا قبلت كل شيء وان كل شيء على ما يرام بالنسبة لي للعودة لكن لا يزال هناك الكثير من الاشياء الاخرى التي كانت يجب ان تحدث ووصل ميسي سمعت انه كان عليهم بيع اللاعبين او خفض رواتب اللاعبين والحقيقة هي انني لم ارغب في المضي قدما في ذلك ولا اريد ان اتولى مسئولية شيء يتعلق بكل ذلك لقد اتهمني الناس بالعديد من الاشياء التي لم تكن صحيحة في مسيراتي في برشلونة وكنت بالفعل متعبا بعض الشيء لم ارغب في المرور بكل ذلك واشار الوقت الذي اضطررت فيه للمغادرة قيل ان الليجا وافقت ايضا وفي النهاية لا يمكن القيام بذلك حسنا كنت اخشى ان يحدث نفس الشيء مرة اخرى وانني سافعل ذلك النادي اليوم ليس بوضع يسمح له ان يؤكد لي بنسبة مائة في المائة انه يمكنني العودة وانا اتفهم ذلك لقد عشت الامر وتقبلته واسترسل ميسي كان علي المجيء الى هنا الى بريس للبقاء في فندق لفترة طويلة مع عائلتي مع ذهاب اطفالي الى المدرسة وما زالوا في الفندق لقد رغبت ان اصنع بنفس القرار وهذا هو السبب في انني لم الجأ الى برشلونة على الرغم من انني كنت ساحب ذلك الا انني لم استطع واكمل لقد مررت بذلك الشهر كان مذهلا بالنسبة لي لكوني فست بكأس العالم لكن تلك كانت مرحلة صعبة بالنسبة لي اريد اعادة الاكتشاف النفسي مع الاستمتاع مع استمتاع عائلتي واولادي من يوم لاخر ولهذا السبب قررت عدم الاستسلام وانتظار ماذا سيحدث مع برشلونة واوضح ميسي ايضا انه حافظ على اتصاله مع تشافي المدير الفني لبلو جرانا ولكن بشكل اقل مع لابورتا رئيس برشلونة وقال في الواقع لقد تحدثت قليلا مع الرئيس لابورتا مرة او مرتين على الاكثر لكن لدي الكثير من الاتصالات مع تشافي منذ ان وصل الى النادي اكثر من ذلك بكثير وفي كثير من الاحيان وشرح ميسي شروط محادثاته مع تشافي قائلا تحدثنا عن امكانية العودة اي الفريق كنا متحمسين للغاية لانه عندما يظهر شيئ ما سنناقش ما اذا كان يريد حقا عودتي واذا كان ذلك جيدا للفريق وله وظل لنا على اتصال وافاد ميسي بالنسبة لي كان من الجميل ان يهتفى المشجعون باسمي لقد استمتعت بذلك منذ ان غادرت لقد غادرت بطريقة غريبة كنت اود ان اقول وداعا كما حدث الان البوسكيتس وجوردي اللبن او كما حدث لتشافي وانيستا في ذلك الوقت واصر كنت ارغب في هذه الطريقة لاتمكن من توديع الناس بشكل جيد على الرغم من انه كان وقت الوباء ولم يكن هناك اشخاص في الملعب وفيما يتعلق بتأثير المال في قراره اوضح المال لم يكن مشكلة بالنسبة لي لم نتحدث حتى الان عن العقل واكمل ميسي تم توضيح العرض ولكن لم يكن عرض رسميا مكتوبا وموقعا لانه لم يكن هناك شيء حتى الان ولم نكن نعرف ما اذا كان سيكون ممكنا ام لا كانت هناك نية لكننا لم نتمكن من تقديم اي شيء حتى اننا لم نتحدث عن المال بشكل رسمي وشدد لو كان الامر يتعلق بالمال لكنت ذهبت الى السعودية او اي مكان اخر عرضوا علي الكثير من المال والحقيقة هي ان قراري كان للجانب الاخر وليس من اجل المال واستمر حديث ميسي بشأن الشائعات واشار لقد قيل الكثير من الاشياء وتسربت اشياء كثيرة والكثير من الاكاذيب التي قيلت لكنني لا استطيع ان اخرج وانكر كل ما يقال ولكني ارى ان هناك العديد من الصحفيين الذين يرون الكثير من الاكاذيب ويتم تصويرهم ولا يحدث شيء ووصل اليو في اليوم التالي يقولون كذبة اخرى مرة اخرى ولا يحدث شيء نعم كان هناك العديد من الاشياء التي ازعجتني على سبيل المثال عندما تحدثوا كثيرا عن عائلتي قيل ان ابني قد مر بوقت سيء عندما كان عكس ذلك واكمل ميسي لا يريد اطفال المغادرة من هنا بسبب صحتهم عندما يعبثون مع عائلتي ويبدأون في الحديث عن الاشياء التي يتحدثون عنها دون معرفة هذا يزعجني قليلا لانهم يتحدثون ويكذبون وعن تتويج برشلونة بالدوري الاسباني اكد اليو بالتأكيد كنت سعيدا تابعتهم طوال الموسم كبقية مشجع برشلونة وتابعتهم في السنة الاولى كذلك تحدثت كثيرا مع تشافي عن بعض المباريات وكنت اتابعهم عن قرب